فإذن يؤكد من خلال الشهادات ويؤكد من خلال الآيات مبتدئا من الآية الأولى في قانا الجليل في إصحاح 2 وآية 11 قال هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قانا الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلاميذه وإلى هذه المعجزة في الإصحاح 11 التي تعتبر تاج معجزات المسيح هي من أقوى المعجزات التي حدثت في أورشاليم كما أنه في الإصحاح السادس يتكلم البشير يحنى عن أقوى المعجزات التي حدثت حول بحيرة أو عند بحيرة طبرية عندما أشبع المسيح خمسة آلاف رجل من خمسة أرغفة وسمكتين ومن خلال هذه المعجزة طبعا راح ينقذ التلاميذ من العاصفة إذ مشى على الماء ولكن هذه المعجزة أحبائي معجزة عظيمة جدا مكتوبة عن يسوع المسيح اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعثر فيها فإقامة الأموات هي من تخصص المسيح لربما البعض يتساءل طب مش في العهد القديم منشوف أن النبي إليا والنبي إليشع أقاماء الأموات بالطبع أقاماء الأموات ولكن من خلال الصلاة كحدث معين بقدرة الله ولكن الآيات التي فعلها يسوع المسيح فمعجزة قيامة الأموات اللي حدثت في البيت أولا في بيت يايروس رئيس المجمع وطبعا يعني ما فيش فترة زمنية كتير يعني عدة ساعات لأنه كان المسيح موجود في كفر نحوم وتأخر شوي لأنه كان بيشفي المرأة نازفة الدم وعلى بينما وصل البيت كان العويل والنحيب والبكاء في البيت ووصل يسوع قال إنها نائمة ولكن المسيح أقامها من الأموات والمعجزة الثانية هي كانوا ماشيين في موكب جنائزة يعني إذا الميت مات في المساء بيكون تاني يوم صباحا بحسب عداتنا الشرقية بيدفنوا بنفس اليوم وإذا مات الصباح يعني بيكون في ساعات الظهيرة أو ما بعد الظهور يعني ساعات قليلة ووقف الموكب الجنائزي ولمس يسوع المسيح النعش وأقام الميت ولكن هذه المعجزة متميزة جدا أحبائي بكل تفاصيلها ويريت بتمنى أنه أي واحد بشاهدني أنك تقرأ إنجيل يحنى إصحاح 11 تقرأ هذه المعجزة وأنظر كم من التفاصيل التي تثبت صحة ومصداقية الكتاب المقدس وتثبت وتؤكد صحة ومصداقية يسوع المسيح في هذا الحدث فلاحظ كما ذكرت إنها آية ولكنها تعتبر واحدة من أقوى الآيات اللي فعلها يسوع في أور شليم وهذه الآية أو المعجزة يعني لها أدلة كثيرة على صحتها فالكاتب أحبائي هو يحنى البشير اللي اتكأ على صدر المسيح اللي بيعرف معرفة تامة كاملة بتضاريس وجغرافية فلسطين في أيام المسيح بالتفاصيل الدقيقة بيعرف لاحظ أنه بيعرف العادات وبيعرف التقاليد وبيعرف الأحداث وهذا اندل على الشيء بدل أن يحنى هو كاتب بشارة إنجيل يحنى بوحية من الروح القدس اشتركوا في القناة